يعلن بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عصرة نهدى نركز ندعم ونساند منتخبنا الوطني وهو يبدأ اليوم معسكره استعدادا لكأس الأمم الأفريقية كوديفور يعني ايه كلمتين دوله يعني ايه داخل بالحماس دوت يعني يا جماعة في شوية حاجات بتحصل عالجنب كده هتكلم عنها بس مهم جدا جدا يا جماعة نفسح المجال تماما لمنتخبنا الوطني للاهتمام بمنتخبنا الوطني لتشجيع ومساندة منتخبنا الوطني مش عايز اجيب حاجات قريبة كيب بتحصلوا ما فيهاش الدعم والمساندة الكافية وعايز نبدأ صفحة كلنا جديدة واحنا ندعم ونساعد منتخبنا الوطني يعني ايه يعني بتقولي الكلمتين دولي يعني ايه يعني اي واحد انضم المنتخب مصر استعدادا لكاس الأهم الأفريقية هو اهم لاعب في مصر السبعة وعشرين لاعب اللي مسافرين هم اهم سبعة وعشرين لاعب دلوقتي في مصر مش بشكل عام كلهم لعبة عظيمة رائعة كل حتى اللي برق قائمة بس دلوقتي نقول اللي موجود في المنتخب انت لعب كبير نقول لسين انت احسن مدافع نقول لصاد انت احسن لعب وسط نقول لده انت احسن مهاجم ونقول لده احسن حارس وندعم ونساند معانا مدرب هو حقيقي مدرب محترم ومدرب كبير ومدرب عظيم روي فيتوريا هتقول لها كريم في السنة الآن كاس الأمم الأفريقية فيها منتخبات صعبة وقوية جدا نعم ايوة سنغال وكوديفور ونيجيريا وغانا ومغرب والجزائر كلها منتخبات كبيرة ورائعة بس انت منتخب مصر مش قليل انت منتخب مصر لعندك محمد صلاح واحد من افضل لعيب العالم عندك مرموش واحد من افضل لعيب الدولة الالمانية السنة دي عندك مصطفى محمد واحد من هدفين الدورة الفرنسي عندك حجازي اهم مدافع في الدورة السعودي عندك محمد الشناو اهم محارس داخل القرى الافريقية عندك لعيب توسط منهم محمد النين بيلعب في ارسنل وامام عشور موهبة كبيرة ومران عطية واحد من افضل لعيب الاهل في الفترة الاخيرة عد 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 نجوم كبيرة في منتخبنا واللي هيسقط مني او هنساه عنساه ولكن كلهم نجوم فانت بتبص على لعيب المنتخبات الاخرى بص على منتخبك يا اخي اه لا احنا عندنا منتخب محترم وانا من رأيه واكرره تاني ده احسن جيل لمنتخب مصر من الفين وعشر احسن جيل لمنتخب مصر من 14 سنة ما عندناش جيل بهذه الشمولية منتخب مجتمل السفوف في كل الملاكز فان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ندعم ونساند منتخبنا الوطني اشتركوا في القناة